همبورجر. بس عايزة قبل ما ابدأ تشتركوا طبعا في القناة وتفعلوا الجرس. وطبعا لايك للفيديو لو عجبكو. عايزة برضو قبل ما ابدأ عايزة اشكركم كلكم. انا فعلا عملت فيديو اشكركم فيه. بس ما اتكلمتش فيه. فانا عايزة بس اقولكو. شكرا ليكو جدا جدا. اللي بيتابعوا معايا القناة. واللي بيشوفوا الاكلات بتاعتي. وناس كتير على فكرة قالولي الحمد لله ان فيه يعني كل حد بيقولي على طريقة معينة جربها وعجبته. اه فانا بشكركم جدا جدا. لو لو كان فيه نجاح فالفضل الله طبعا ثم ليكو. اه عايزة اقولكو تاني ان طبعا دي اول خطوة. ويعني خطوة صغيرة جدا جدا من اللي مطلوب مننا في اليوتيوب. اه لسه الشرط التاني. الشرط التاني يعني صعب جدا جدا. اه بس ان شاء الله اه يعني بنستعين بالله. وان شاء الله نشتغل ونعمل كويس جدا. علشان ان شاء الله نحقق الشرط التاني. طبعا القنوات اللي سمعيني دلوقتي عارفين ان الموضوع صعب قوي. اه بس طبعا يعني هنحاول ان شاء الله نعمل اللي علينا. وبعدين هبدأ بقى عشان ما طولش عليكم. عايزة ابدأ معاكم بقى هعمل الهامبورجر ازاي. الهامبورجر بقى بالطريقة اللي انا هعملها دي. ده افضل طريقة للهامبورجر يعني انا جربته طبعا زي ما بتولكم بجرب طرق كتير. واحسن حاجة بوصلها هي اللي انا بقدمها لكم. اه ده طبعا معينا كيلو وربع لحمة اه مفرومة وطبعا فيها يعني جزء دهون حوالي اه يعني عشرين في المية منه دهون. علشان ده طبعا هيفيدني كتير في عمال الهامبورجر. اه ومعايا دول اربع بصلات مبشرين. اه عايزة اقول لكم ان الصوية اللي معايا ده ده معايا ربع كيلو صوية يعني متين جرام مش ربع كيلو متين جرام متاخد منه خمسين جرام تقريبا. فهو ده متين جرام صوية. ده النص كيلو ليه متة جرام صوية. يبقى الكيلو هيبقى ليه متين جرام صوية. ده كيلو وربع حط عليه برضو متين جرام صوية. مش مفيش مشكلة خالص. انا عندي بقى دلوقتي ممكن الصوية ده ممكن دلوقتي قابله. انقعه في مية. هنقعه لمدة ربع ساعة وبعدين اصفيه وعصوره كويس جدا. وقلبه مع اللحمة. هو والمكونات بتاعتي وارجع هفرمه تاني. فانا دلوقتي عندي خيار تاني اللي انا هعمله بقى. انا ما بحبش الحقيقة انقعه علشان انا بيتبل وبيبل اللحمة وبيعمل لي مشاكل بالنسبالي انا. لكن انا دلوقتي هتحنه في المطحنة بالزبط بالزبط زي هيبقى بودرة زي البقسمات. وهضيفه على اللحمة زي البقسمات ومش هفرم اللحمة تاني. اللحمة دي مفرومة خشن زي ما انتم شايفين مش مفرومة وشين وش واحد بس. وهفرق وهحط ده وقت هتحنه دلوقتي في المطحنة وهبرهولكو. هتلاقوا شكله بقى عامل زي البقسمات المطحون بالزبط. هقلبه طبعا على اللحمة مش هحتاجة فرم تاني زي ما قلت. البهارات بقى بتاعتنا اللي هي عندكو برضو خيارين ان انتم ممكن تجيبوا البهارات البرجر جاهزة في كيس كده بهارات الشركات بتعملوا باشكال كتير. وممكن ان انتم تجيبوه اصلا سايب من عند العطار هو عارفه وبيعملو. وممكن ان انتم تحطو اللي انا هحطو ده دلوقتي وهيبقى طعمه رائع جدا. هتحطو ملح. طبعا التمليح على حسب كمية اللحمة عندكم. انا على فكرة يا جماعة مش هقدر اقول لكم اي مقادير بالنسبة للتوابل. انا اقول لكم اللي هحطو على كيلو ربع. وقيتو على حسب يعني الحاجة اللي عندكم هتتصرفوا فيها. على حسب المقدار يعني. فرد الوقت حطى معلقة ونص كبيرة ملح. وحتى معلقة معلقة صغيرة قرفة. ومعلقة صغيرة فلفل اصمر. ومعلقة صغيرة كمون. ونص معلقة صغيرة كسبرة نشفة. وحتى بغارات لحمة معلقة صغيرة. ومعلقة صغيرة طوم بودر. وهتحطو كمان حبهان مطحون. كده علشان يبقى عندنا التوابل اللي احنا عايزينها للبرجر هيتطلع طعمه رائع جدا. جربوه هتلاقو كويس جدا. هنحط بقى على اللحمة كاتشاب ده هنحط اربع معالق كاتشاب على كيلو ربع لحمة. انا مفروض بحط على نص كيلو معلقة واحدة كاتشاب. انا هحط اه بقضي معلقتين كاتشاب. انا تمام? دي المقادير بتاعتي. انا مطلوب مني دلوقتي ان انا هروح اطحن الصوية وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه? زي ما انتم شايفين تحنى اللي هو الصوية مع بعض. بصوا يا جماعة بيبقى عامل ازاي? عامل زي البقسمات المطحون. كده هيساعدني ان انا ما احبش مفرومش اللحمة في البيت. انا مش محب افرومها تاني. في المفرومة بتاخد معي وقته. وانا بحب كده. انا بحب ان انا انا جاب الطبق الكبير ده بقى عشان ايه? هحط فيك المقادير بتاعتي كده براحتي. عشان اتحرك براحتي معاكم واريكم هنعمل ايه بالزبط? هشيب كده البغرات دي بعيد برضو. انا بان نعيد. نعمل كده مع بعض. هنزل اللحمة اول حاجة. طبعا اللحمة قلنا على حسب المقدار اللي انتم عايزينه او اللي انتم بتعملوه. تاني حاجة اهي. احسوا كده. اهي. هنحط عليها البصل. البصل اربع بصلات مبشورين زي ما انا قلت. اهي. وهحط عليها اللي هو الفول الصوية اللي احنا تحناه. المقدار ده مناسب جدا. 200 جرام مناسبين جدا للكيلو وربع. وبعدين هحط التوابل بتاعتي كلها. وطبعا يستحسن ان انتم تزبطوا مقداركوا على حسب كمية اللحمة اللي انتم حطينها عشان ما يطلعش معايكو دلع او مش واضح. المقدار ما تكونش واضحة فيها. هنقلب بقى مع بعض كويس جدا جدا. علشان انا عايزة المكونات دي تكون متجنسة خالص خالص. عايزاها عجينة لحمة كده تظهر منها عجينة لحمة بس. ليه? عشان رحمن رحيم. ادي واحد. اتنين على فكرة لو مش عايزين تحطوه مش تحطوه بس هو فعلا طعمه بيدي طعمه مختلف للبرجر. اكيد يعني حاولوا تحطوه في المقدار بتاعتكو. هتبستوا منها جدا. اهو. انا بقى هروح هقلب المقدار دي كلها مع بعضها وهارجع لكم تاني. دلوقتي عايزة اقول لكم انا جهزت المكونات بتاعتنا هي اتمع بعضها. عايزة بس اقول لكم للامانة ان انا ضفت معلقتين دهنة متسياحة من اللي عندي اللي انا بضخ بيها. على المقدار ده لان بعد ما نضيف فول الصوية هينشف المقدار بتاعنا ولما اجا سويه حس ان دهونه مش عالية والبرجر لازم الدهونه تكون عالية. دلوقتي خلاص خلاصنا مع بعض اهو. هنبدأ بقى مع بعض نقطعه. بصوا عشان انا ما عنديش القطعه الخاصة بالبرجر. انا بجيب غطا عادي بتاع بتروان عادي اهو. واحط فيه كده كيس تلاجة زي ما انتو شايفين. بصوا اهي كده. وبعدين هروح بقى واخده المقدار بتاعي. مسلا انا عايزة الواحدة كده اخدها الاول بايدي اعملها كده ايه? اجهزها كده تبقى نعمة مع بعضها. كده. كورة كده حلوة. وبعدين اروح جاي حطوها في الغطا بتاعي زي ما انتو شايفين. وطبعا على قد حجم الغطا بتاعكو عملو. ولو عايزين اصغر من كده عملو. ولو ايه زي ما تحبو. احنا على فكرة الفون الصوية ده احنا بنحطه. مش عشان نقطر الكمية يا جماعة ده احنا بنحطه عشان هو طعمه حلو جدا. ومن اساسيات البرجر اللي بتبع في المحلات. او اللي هو بجاهز يعني او بتاع المطعم ان هو بيكون فيه الصوية. بس الحقيقة هو برا بيبقى يعني زي ما يكون عاملينه بصوية خالص. لكن احنا هنا طبعا اللحم بتاعتنا معانا احنا بنضفها عشان ناخد الطعم اللي احنا حبينه. بصو اها بتدخلها في ساعتها مش محتاجة اي حاجة. هجيب بقى انا انا جاي بصانية كده عليها برضو ورق اللي هو الكياس التلاجة المتقطعة دي. اهي هحطها كده علشان بس يدنوا معايا على بل ما يكمل التقطيع. وبعدين هجيبه قدامكم كده عشان نبدأ ايه؟ نعمل معهمات خطوة خطوة. بعد كده اجيب كده هجيب الكورة بقى التانية. تناعيم ده مهم جدا. على فكرة انا يعني قلت لكم ان شاء الله هعمل معاكو حلقات كده اه افكركم بحاجات حلوة ممكن تعملوها في العيد. دي من حاجات الحلوة فعلا اللي ممكن تعملوها. الولاد بيحبوه جدا جدا. الولاد والكبار على فكرة. اه ده من الاكلات اللي احنا دايما بنحبها ودايما من الناس تبص ان هي تجيبها جاهزة. في حين ان هي وهي جاهزة احنا مش عارفين مكوناتها ايه بالزبط اللي بيغلب عليها طبعا البهارات العالية والحاجات دي. لكن مكوناتها الاساسية مش متأكدين طبعا اللحمة فيها عاملة ايه. فاحنا نجيب اللحمة الطوضة اللي احنا عارفينها النظيفة الكويسة. وبعدين نعمل احنا اللي احنا عايزين. الطريقة دي نفزوها وعن تجربة وعلى ضمانتي. ان شاء الله تطلعناكو حلوة جدا. عشان تعملوه ان شاء الله في العيد بيرجر للولاد. يفتروا بيه او يتعشوا بيه. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا ان شاء الله اعملها في العيد. فانا بعرفها القهيات عشان تبقى ايه? المكورات جاهزة معاكم. مفيش اسهل من كده ان هو يتحط على كيس التلاجة في قلب الغطا هيطلع مصبوط مية في المية. هعمل معاكم واحدة اخيرة وبعدين هقفل بقى وجاهز انا باقي الكمية بتاعتي بس عايز اقول لكم ان انا بعد ما اعمله هحطه في الفريزر نص ساعة بالزبطة يجمد شوية. بس طبعا مش هحطه متعرض كده لازم عشان ما يعمليش ريحة التوابل في الفريزر وعلشان اه ما يجيش عليه اي حاجة من المية او اي حاجة من ديت. انا هحطه هغطي عليه بكيس تلاجة تاني. علشان يعني احافظ عليه من التعرض للفريزر. اهو يا جميع. اهو. عايزة بس ازبطها معاكم شوية بس عشان انا حسيت ان الاطراف مش مزبطة. عشان عايزة اقفل بقى ما طولش عليكم. اهو. كل ما تساون الاحرف ديت في جوه الغطة بيطلع معاكم بس عدة اهو. بس كده. انا بقى كده هكمل الكمية بتاعتي. وبعدين همحطها في الفريزر وهارجع معاكم عشان اقولكو هنعملها ازاي. الوقتي بقى يا جماعة البرجر قاعد في الفريزر شوية صغيرين حوالي ربع ساعة. وانا دلوقتي جبت الطاصة دي. انا ده هنتهى بس بالزيت. مش عايزين زيت عميك نهائي ولا عايزين اي زيت اصلا غير المسحة تحت نية بس. هنطلعوا بقى من الورق كده هيبقى سهل جدا بصوا. لانه تحط شوية في الفريزر سهل خالص اهو. هبس اسكنة الزيت يسخن شوية. مهم جدا يكون الزيت سخن. وبعدين انا هحطه طبعا اقلبه عن نحيتين عادي خالص مجرد التحميل العادي. اول ما يتحمر طبعا هنشيله. وهوريكو هنبقى شكل عامل ازاي. هنحاول كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنفط كده بسم الله الرحيم. طبعا الزيت سخن. بس طبعا انا قلتلكو هو طبقة خفيفة مش عميك. بصوا الملاحظة بقى ان المقدار اللي احنا عملناه ده هنعرف بعد القلي نفسه اهو كشه ولا لأ. الحاجة اللي عايز عارفها لكم ان الدهون اللي فيه والصوية اللي فيه بتمنع انه يكش. بتخليه دايما محتفظ بالقون بتاعه. الريحة جاي علي مش عارفة اقول لكم يعني شوكوا لسه مستواش. واول ما حطوتك التواصل الريحة روعة روعة فعلا. وربوه ان شاء الله هي اجبكو جدا. انا بس معاكو هنعمل للطبقة الاولانية دي. علشان الباقية عدين هنعملو ازاي. وبعد كده هعملو انا الواحدة يكمل كل الكمية. لان طبعا زي ما انتم عارفين كيلو ربع مع ربع سوية او متين جرام عاملين كمية كبيرة. فانا طبعا عملتوا على صوامي زي كده. كل صانية حطت عليها المجموعة بتاعتها لغاية ما ملت. وحطاهم طبعا في الفريزر. هتكون لصانية على طول. اول ما تخلص وحط غيرها. علشان اه يعني اللي خلط وحطه. بحيث ان انا ابدأ اقل معاكم على طول ما تأخرش. وبنفس الوقت التانية بتجمد دلوقتي في البلاجة. هناخدها واحدة ولا التانية برضو زي ما احنا قلنا كده. ما تستعجلوش عليه. عشان طبعا دي لحمانية. واحنا هلا سلقنها ولا عملناها على البخار. انا عايز اقول لكم ان انا كنت زمان يعني ده افتراح برضو ديكم. بس برضو الطعم الاقوى هيبقى هو ده. كنت زمان بعمل البرجر ده. وابعدين احطه على مصفى. واحط حلة تحتي فيها مية. ويطلع البخار عليه يسويه الاول. بيبقى مستويه الاول. بعد كده اعمل له بقى التحمير اللي انتو شايفينه على الزيت اللي هو الخفيف ده. بس يفتراحها. التحمير المباشر طبعا شيء طبيعي. التحمير المباشر او القلي المباشر او الشوي المباشر بيدي طعم احلب كتير من ان انا اصطوه الاول او اسويه الاول. طبعا ده بيدي اه طعم وده طعم تاني خاصة. هقفل معاكو على بال ما يتحمر علشان ايه ما ما صولش عليكو وهرجع لكو ده. بالوقت باقي نشوف البرزة بتاعنا مع بعض بسم الله رحمه رحيم. اهو زي ما انتو شايفين. اللون اللون خد اللون اللي هو التحمير اللي انتو شايفينه ده. بس يعني ما اتفكروك ايه الكاميرا دي تغمق اكتر من العادي. فانتو يعني اه هو نضحك كده يا دوب علشان يبقى نكتوي. ما ينطعش اطلعه بجري عن كده. هنحاول في الاسوال اللي بعدها نقلل شوية. نجيه كده اول حاجة. بجد بجد ريحته اكتم بالله زي اللي كنا بنجيبه زمان من المحلات. وقبل ما نعرف طبعا الطرق بتاعاتنا اللي احنا بنوش جاهة دلوقتي. كان بتبقى الريحة دي وكي بتعجبلي اول روح مكتوب برا عشان نكلها. لأ احنا بنعملها دلوقتي في البيت. بطعمة احلى واللحمة احلى. وبطريقة احنا متأكدين منها. احنا بنحصلش على التعم الحلو اللي احنا بنحب بطلها البرجر. والحاجة الثانية كان بيكش كتير قوي. يعني تحس ان انتو عاملين حاجة كبيرة قوي. تطلع تغيرها قوي. فانتبقاش كويسة بقى. عشان دي ما شاء الله زي ما هي محتاجة زنيب حلواتها. عايز اقول لكم ان انا عندي الشوية لعلكتاجاز دي. اللي عندي شوية ممكن يعمل على الشوية. بس انا يعني بقتضرف اكتر بطريقة دي لسبب واحد. ان انا وانا بعملها في الطاقة ببقى دايما نحط الزيت فيها فتتشرب من الزيت. فبتبقى كويسة. لكن لكن لما بعملها على الشوية طبعا بتتشوي. فبتبقى شوية طلع منها الدهون مش زادت فيها. والبرجر يساحت ان يزيد في الدهون مش يقالي. هنشوف بقى مع بعض كده ايه الاحبار. مستة شوية يعني ربطوا الشاف اللي با كده يعجبكم. يتحس ان هو شوية مش ايه مش مش مستوي او دس لا انا عايزة. يزيد شوية عشان بقى مستطمين ان هو الصوم النصف. ممكن على فترة المكان ده نتخروا كده ونحط بقى جزيد علشان ايه ما نتأخرش نحط دائما ايه كل المكان اللي ايه غا نحط فيه جزيد. اهو. على فكرة الكفسة والحاجات دي كلها لحمة مصرومة بس كل حاجة بنعملها لها طعم مختلف. دي لها بهارات وتوابل ودي لها بهارات وتوابل ودي لها طريق تسوية ودي لها مدر التسوية. فغيروا نوع كده وفرقوا الولاد في بعيد. يعملون لهم الحاجات الحلوة دي علشان ايه بقى دايما ايه مفصوطين ان شاء الله. خلاص كده انا هشيل بقى كده. خلاص انا كده خلصت كمية اللي انا هموريها لكم. هحاول بقى خط البقية في الصوفة وهأسل. وهكامل ان شاء الله كل اللي انا عملها كلها. اهو هنحط بقى مع بعضها في الصوفة. وبعدين هكتبكو بقى ان شاء الله وارجع وليكو الشكل النهائي. فانا اعمل ايه؟ هكتبكو بقى اخبرهم ايه؟ هلقيبهم تاني على فكرة. بص الشكل ده جميل ازاي. بس لا. عايدين اضغط عليه شوية حتى نتأكد ان ايه اصبكو وارجع لكم كده. احنا بالحمر كده بصنا ده وشايف هنحط مع بعض ايه؟ اللي ايش القايزة كده عليها. ياخدوا الطعم شوية ثواني كده. وهقلبوا برضو عن محة التانية. ياخدوا الطعم معايا كده شوية. وطبعا انا هجهز الكمية كلها والعيش كله وهوريكو بقى في الاخر عملنا بيه. كده يدوب ياخد دي الناحية تاني زي ما شفته هو لازم يتعمل كده لان فيه بصل وفيه توابل وفيه حاجات. انا عايزة بس اعمل معاكو كده سندوتشين لقدامكو. عايز اقولكو بصوا اتحمد ازاي مطرح ما انا حطيته على البرجر وهو بيستوي. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط واحدة كده. هنحط عليها معلقة طحينة. كده. وبعدين هنحط شريح الطماطر. اهي. كده. فيه بقى حورية الاختيار اللي عايز بصل اللي عايز اي حاجة تانية هنديها له. بس انا دلوقتي اعمل معاكو بس كده ايه? رغيفين عشان اوريكو اهو. متحمد او زي ما قلنا. اه عشان اوريكو بس هنعمل ازاي? اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. والطحينة. وبعدين شريح الطماطم. ده كده الاساس. فيه بقى عايز يزود جبنة ماشي. عايز يزود بصل ماشي. زي ما انتو عايزين. المهم اللي انا بديكم الافكار. وكل واحد يعمل طبعا بالطريقة اللي تعجبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وشريحة الطماطم. طبعا بقى اللي عاوز يكمل يكمل زي ما هو عايز. احنا دلوقتي احنا دلوقتي اهواريكو دلوقتي الساندوتشات والحاجات اللي احنا عملناها. اه هنشيل الطحينة كده. اهي هنشيل المعلقة. وبعدين هنجيب الطبق نزهره لكم كده عشان تشوفوا البرجر اللي احنا عملناه. وآآ ادي الماكارونا. عملناه طبعا ماكارونا ازباكاتي بالسلسة. وآآ عندنا طبعا آآ طبق اللي هو آآ آآ العيش اللي اللي عايز. العيش القايزر كمان اللي عايز. آآ عايزة بقى اوريكم الاكل كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مش عايز افصل معاكم عشان انا اوريكم عالطبيعة احنا بنعمل ازاي. آآ دي هنا الطحينة اهي معانا. اهي. وفي تاني طحينة تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايزة اقول لكم آآ اتفضلوا معانا. عايزة اقول لكم طبعا لو عجبكم الفيديو آآ ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. آآ ده الشكل النهائي للبرجر بتاعنا. آآ بجد بجد آآ رائع فوق الوصف. آآ عايزة اقول لكم ان الكمية مش دي بس. فيه كمية كمان. آآ بس طبعا فيه ناس استعجلت وما استنيتش لاخر التصوير. فانا بقول لكم دلوقتي اللي فضل معنا في الاخر. آآ جربوه وهتدعوه لي ان شاء الله. اشوف كم الفيديو الجاي ان شاء الله.